اشتركوا في القناة الكبرى للفورميلا ون الذي اقيم بحلبة كورنيش جدة بالمملكة الشقيقة واشاد جلالة الملك المفدى في البرقية بالجهود التي بذلت في التنظيم المميز لهذا الحدث الرياضي العالمي الذي يؤكد على ما تمتلكه المملكة الشقيقة من قدرات وامكانيات كبيرة الذي سيعزز بدوره من مكانتها وريادتها على خارطة الرياضة العالمية واستضافة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية الكبرى معربا جلالته عن تمنياته الخالصة للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بتحقيق المزيد من النجاح والريادة والإنجاز في كافة المجالات والقطاعات في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليثة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئتين إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ضمنها جلالته وأضيب تهنيه بالنجاح المميز لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورميلة ون منويهن بحسن التنظيم والإعداد لهذا السباق العالمي وأشاد جلالة الملك المفدى بالدعم والاهتمام الذي يليه سمو ولي العهد السعودي للقطاع الرياضي واستقطاب مثل هذه السباقات العالمية بما يعزز من مكانة المملكة الشقيقة كوجهة مفضلة لمختلف الرياضات والفعاليات الدولية الكبرى متمنيا جلالته للمملكة العربية السعودية دوام التقدم والازدهار والرفعة